السلام عليكم معكم الشيخ من مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية سأجيب عن الأسئلة الأسبوع الماضي وأشكر كل من كتب لي وشجعني على الاستمرار وأعتذر لكل من لم أجيب عن أسئلته لأنه بدون ما أتقصد ما أجاوب بس مراتي صير من كثرة الأسئلة شوية ما أنتبه أعذروني يعني فالسؤال الأول من صباح العراقي يقول بالنسبة للكليتة طبعا للكليتة ممكن للعجينة تضيف لها سكرها حسب الرغبة وإذا هي بها تمر ما تحتاج السكر لأن التمر حلو ويقول أنه من أطبعها ما تبين ومو بس وسائل هذا السؤال كثير سألوني على الفيسبوك وعلى القناة بس راح أجاوب أنه لا تخلوها تختمر زايد ومن تشتغلون بها كون أحد يساعدكم أثناء اللف حتى بسرعة تلفوهم وما تختمر زايد وتنتفخ ومن تطبعوها ذاوياكم أحد يساعدكم مباشرة تنترس الصينية وتخلوها بالفرن بسرعة لأنها من هي مطبوعة وتنتفخ زايدة يعني تختمر راح تنفتح النقشة وما تبين وسام يسأل عن نوع الخل اللي استعملته بتتبيلة اللحم المشوي بالخضروات ممكن تستعمل الخل التمر العادي اللي نستعمله بالطرشي أو ممكن تستعمل البلسمك إذا متوفر وتخلط ويا شوية خل التمر وأكو نوع أنا مخليته الصورة مالتة هو نفسه نستعمله هنا موجود عندنا بالأسواق العربية بالأسئلة والأجوب الماضية واحدة منهن أما قبل الأسبوع أو القبلها موجودة الصورة مالتة محمد SIH99 يسأل عن الزلابية يقول ممكن ما أخلي زعفران للإزلابية أي نعم ممكن ما تضيفون زعفران ممكن بدون لون أو ممكن تضيفون صبغ الزعف كرار رعد يسأل عن يصير أستعمل حليب مدهش بحلاوة شكليتية أنا ما أعرف حليب مدهش لأنه مجربته وما موجود عندنا ف اللي يسمع هذا السؤال ممكن يجاوب بالكتابة للا كرار رعد بلال عدنان تسأل عن البقلة وتقول أقدر أسطر الورق كله وأحط الحشو وأكمل كل الصينية وبعدين أضيف الزيت ما أخلي بين الطبقات زيت الأفضل تخلي بين الطبقات زيت لأنه الزيت يخلي الورقة يعني تقرمش من الداخل فإذا ما تخلي زيت راح تبقى معجنة شوية وتلتسق وحدة بالثانية فتعجن ما تستوي الزيت يكون حار فراح يخليها ترتفع بينات هنا يعني طبقة بين طبقة وراح تصير مقرمشة من الداخل أم دانيال تقول ممكن طريقة عمل سمك الزبيدي أعذريني لأنه أنا ما موجود عندنا هنا سمك الزبيدي موجود بس بالعراق أو بالدول العربية يعني بالخليج أخواننا الخليجين هم يعرفوا وبالعراق طبعا إحنا كنا نسوي أهلنا يسويه بس أنا ما موجود عندي أيوتة تسأل عن اللبن الرائب تقول أنا حضرته ولقيت بيه مي لي فوق ومقطع الروبة طبعا مقطعه السبب أما من الخثرة اللي مستعملتها أو من الحليب وبالنسبة للمي يصير بيها مي لي فوق بس أنت من راح تخليها بالثلاجة راح تصير قالب من تبرد لأنه هي دافية ما تبين قالب إلا تبرديها يلا راح تصير قالب بعد الصفراء تقول ما عندي كريمة سائلة ممكن استعمل كريم شانتيه لعمل دون درما بالفراولة إي نعم ممكن تستعمليها وهذا جواب لكل من سألني عن الكريمة سائلة اللي ما عندهم ممكن يستعملون كريم شانتيه الباودر اللي يخلطوه ويصير على شكل كريم نفس الجواب بالنسبة إلى زهرة البنفسج ممكن تستعمل كريمة الشانتيه وأيضا سؤال من زموات ما أفد اسم طويل يعني ما أقدر أقرأ أرجل ما أقدر أخلي كتبولي اسمهم الصريح أو اسم رمز يعني شوية صغير بالنسبة إلى دون درما بالفراولة أيضا تقول ممكن أستعمل غير فاكهة أي نعم ممكن تستعملين غير فاكهة بدل الفراولة حيدر أيضا يسأل عن دون درما بالفراولة يقول ممكن أضيف ثعلبية للخلطة أي نعم ممكن أضيف ثعلبية للخلطة وإن شاء الله أنا راح أقدم طريقة عملها بالثعلبية مريم مريم تسأل نفس السؤال وجاوبت نفس الجواب ممكن تستعملين ثعلب محمد درينك يسأل عن القطب يقول يصير حشيها بس جوز هند أي نعم ممكن تحشيها بس جوز هند هاء يونس أو يونس بها يسأل عن البسبوسة يقول ممكن أستغني عن اللوز وأضيف بدالة فستق أي نعم ممكن هاي حسب الرغبة بالنسبة للمكسبة أحمد طاها تسأل عن اللبن المنشف العراقي تقول مش تهين نفطر بيه إن شاء الله أقدمه وهو سهل طبعا جيبين الروبة وتخليها بكيس من قماش خام وتعلقيه أو الضغطين عليه ويصير منشفه يعني يتخلص من المي مالته طبعا هي طريقة كل السهلة وإذا تحبون أقدم الكوية على شكل فيديو إسراء محسن تسأل عن الفرن مالتها تقول من أشوي اللحم بعجين الفرن مالتي ما بيه فوقه جوا سوى فممكن أشغل بس اللي أسفل وبعدين أشغل الأعلى نعم ممكن بالبداية خليه بالوقت يعني شغلي بس الأسفل ومن يصير أحمر لونه الحافات أو تقلبي شوية شوفيه إذا صار لونه ذهبي طف الأسفل وشغل الفوق وإلى أن يصير لونه أحمر من فوق الحافات مالتها وطلعي كرار محمد يسأل عن كيكة الشوكولاتة يقول ممكن أستغني عن الصودة أي نعم ممكن تستغنين عنه والضيفين ببدالة عسل لأنه ينطي حلق أكثر من ما ينطي دسومه لأنه أكو بيه هواية أدنى كريمة بي وحليب هذا كل ما لديه من أجوبة وإن شاء الله أجاوب على بعض الأسئلة بكتابة لأن تحتاج لينكات وإن شاء الله نلتقي بالأسبوع القادم ومع السلامة